مشاهدين فترة نهاية الإخبارية متواصلة نمر إلى أول موضوع النقاش لنهار اليوم والموضوع الأول سيتمخور حوله أن صحب كواشف غاز مغشوش من السوق ما هي التبدابير أو معايير الجودة التي يجب تحلي بها لتفادي مآسي أحادي أكسيد الكربون لإطراء هذا النقاش ينظم إلينا عبر الهاتف سيد مصطفى زبدي رئيس منظمة حماية المستهلك صباح الخير سيد زبدي أهلاً صباح الموضع إذن سيد زبدي كما سبق وأنذكرت في النشرة أعلنت وزارة التجارة عن صحب الفوري لجهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون بنسبة لعلامتي ماكسوال وأيمان وقالت الوزارة أن هذه الفحوصات كشفت عن عدم مطبقة العلامتين لمعايير السلام المعتمدة إذن ننطلق من هذه النقطة سيد زبدي ما هي معايير السلام الواجب توفرها في كواشف الغاز بالفعل تركني بداية أن أنبه إلى أهمية هذه التواشف حتى أن عدد الضحايا من موتى ومن حالات إصابة بالتسمم تتزايد من سنة إلى أخرى إلى أن تم إزام وضع هذه التواشف من السلطات العمومية السنة الماضية والآن مؤسسة سونة الغاز هي في حملة وطنية لأجل وضع هذه التواشف بالمجال على مستوى البيوت الكواشف التي تضعها مؤسسة سونة الغاز طبية الحال هي كواشف مطابقة وثم مراقبتها أما عامة الناس فاستباقا لهذا الأمر فإنهم قاموا باقتناء هذه التواشف من علامات مختلفة نحن كمنظمة منذ سنتين يعني قمنا بقياس بعض التواشف التي كانت موجودة في السوق وبالأسس يعني اندهشنا لهذه التواشف التي تأسي تدخل صراب الوطني بدون رقابة وبدون مطابقة الآن نحن مطورون يعني لبيان وزارة التجارة أنه نالتها رقابة في هذا المجال نجد أن نعرف أن هذه التواشف ولو أنها جاءت صغيرة ولكن فيها معايير هذه المعايير هي معايير دولية وتم اعتمادها من طرف المعهد الوطني للتقييد الجزائري يتحدث عن المعايير التي لا بد أن تكون في هذه التواشف وبالتاني إن لم تكن هذه المعايير فهي غير مطابقة وتمثل خطرا على حياة المستهلك الجزائي نعم ربما سيد زبدي انطلاقا من هذه المعطيات هل يجب اليوم على كل مواطنة ورب أسرة أن يكون لديه كاشف يعني تحت إشراف مباشر من وزارة التجارة يعني هل اليوم نحن سنتفادى شراء كواشف خارج إطار وزارة التجارة هو من المفروض أن الإنسان لما يذهب إلى محل من المفروض أن يجد كل المنتوجات مطابقة لأنها خاضعة إلى الرقابة الأولية رقابة إما المصنع الجزائري أو المستورد الذي يقوم بتسويقه من المفروض هذا هو الأمر الآن لا نمكننا أن نقول أن كل الكواشف المتواجدة غير مطابقة لحد الساعة نحن ليس لدينا تفاصيل كثيرة ولكن ما نعلمه أن هناك نوعين كما ذكرون وهذا النوعين سيتم تحدهما من السوق ما يجب الإشارة إليه وما أؤكد عليه هو أن كل إنسان وضع من تلقاء نفسه هاته تواجه في بيته فلابد أن يذهب للتأكد من العلامة إذا ما وجد أن العلامة التي وضعها هي من العلامتين التي جاءت في بيان وزارة التجارة فعليه أن يسحب ذلك الكاشف من بيته لأن الخطر كبير نقول حين يكمل الخطر إحنا لما طالبنا بوضع هذه الكواشف هي لأجل حماية نفس المستهلك الجزائري من خلال الإنذار المبكر بوجود تصربات غاز أحادي أكسيد الكربون بمعنى إذا كانت المدفئة تاك ماهيش منها ذلك الكاشف يعني يقوم بجهاز إنذار إما عن طريق الضوء أو عن طريق الصفارة باللي كاي الغاز أحادي أكسيد الكربون عليك بتهوئة البيت الآن إذا كانت هذه الكواشف غير مطابقة وش معنى؟ يعني ما رايح ما رايح هاش تمشي ما راح لا يشعر الضوء ما راح تطفر زد على ذلك من يضع الكاشف الآن فإن درجة اليقظة التاعو تنقص يقولك راني واضح كاشف وبالتالي يطمئن إذا ما نقصت درجة اليقظة التاعو وبالتالي هذا الكاشف غير مطابق فإن هنا يعني حالات الخطر تتضعر وعليها نحن لا نستحفر بمثل هذه البيانات ونقول أن كل واحد وضع كاشف من هذه العالمتين فلا بد أن يوقف تشغيلها من بيت نعم سيد زبدين عود ربما إلى نقطة استعمال الكواشف إذا الكواشف هي حديثة الاستعمال عندنا هل لديكم ربما معلومات حول نسبة ربما لإقبال المواطنين على اقتناء هذه الكواشف ووعيهم بضرورة وجودها في بيوتهم؟ وفيها الكواشف هي كجهاز موجود منذ سنوات إلا أن ثقافة استعمالها لم تكن موجودة مع التنبيه الأخير في السنوات الأخيرة ومع حالات تزايد التثممات والوفيات في التثمم البحادي وكسيد الكربون أصبحت هذه الثقافة كانت مستورة دفع والآن هناك عملية تطنيع محلية لها لابد أن ندري أنه وضع الكاشف لن تعتباطيا ومش أي واحد يجيب الكاشف يحطه في داره الكاشف عنده مواصفات وعنده أماكن لابد أن يوضع فيها عنده علو معين لابد أن يوضع فيه عنده مكان اختياري لابد أن يوضع فيه وبالتالي استشارة أهل الإختيار أمر ضروري الشيء يرح يشعريني أنه يكاشف وحادي أكسيد الكربون رح يحطه في غرفة النوم ما يعمل تحت معنى إذن لابد أن يكون هذا الكاشف بمقربة من إمكانية تصرم هذه الغازات السم وبالتالي يطلق جهاز الإضاءة